يعني برضو يعني خلينا اقول برضو لحضراتكم حاجة فيما يخص موضوع كلاتنبرج كلاتنبرج كان مسافر والمفروض ان طيارته يعني وصلت من شوية بس هو مسافر خدوا بالحضراتكم الكلام اللي انا بقوله ده وهو مسافر فوجئ فوجئ بان هناك من يبلغه ان لازم يعمل تعديل على حكام مباراة الاهلي والاسماعيلي اللي هتكون يوم الاربع ان شاء الله حد تكلمه في تليفون قال له عام كلاتنبرج لازم تغير حكم مباراة الاهلي والاسماعيلي اللي هتبقى يوم الاربع القادم ليه طب التعديل ده ليه التعديل ده ليه التعديل ده لانه الحكم المنتظر كان كابتن ابراهيم نور الدين اللي هو طالته انتقادات كثيرة جدا وكبيرة جدا وعنيفة جدا لقراره التحكيم باحتساب ضرب الجزاء لصالح الترجل التونسي في اخر عشر ده في مباراة الدور التمهيدي اللي صعد بيها لدوري المجموعات في دوري عبطال افريقي يعني الناس كلها اتكلمت في هذا الامر كلاتنبرج لم يحسم حتى الان هوية حكم مباراة الاهلي الى الان الى الان لم يحدث ايه اللي بيحصل في الكواليس ان فيه محاولات لاستمرار كابتن ابراهيم النور الدين اللي شايف نفسه حسب ضرب الجزاء الصحيحة طبعا فيه ناس يعني مش كتير اللي بيعترف بخطأه اذا كان خطأ اذا كان خطأ مش كتير اللي بيعترف بخطأه فكابتن ابراهيم شايف ان هو حسب ضرب الجزاء صحيحة المهم يعني كلاتنبرج يوصل بالسلامة لكن مش محتاج ان انا اقول لحضراتكم ان احنا حذرنا من كل الكلام ده من زمان بقالنا مسمين بنقول ان مستوى التحكيم مستوى سيء والاختيارات عليها في بعض التوقيطات علامات استفهام عشان كده وناس كتيرة كانت بتتدايق مني الفترة اللي فاتت ان انا بتكلم عن التحكيم دلوقتي او مع بداية الدوري هنعرف ان الكلام اللي احنا بنقوله ده اتمنى 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 ان ما يحصلش اي حاجة في الامور التحكمية ده اللي انا اتمنى لان كل اللي انا محتاجه مش محتاج حاجة غير العدالة التحكمية مش هتبقى حاجة مباشرة يعني لو بدأنا الموسم باللي احنا سمعينه ده فاتمنى ان يكون هناك عدالة تحكمية هل المرة المليون والله والله كل اللي اللي احد عايزه يطلبه العدالة التحكمية فقط لغير الحقيقة مع التصريحات اللي طلع من النادي الاسماعيلي من رئيسه ومن نائب رئيسه عن العلاقات الجيدة مع النادي الاهلي وكل هذه الامور اتمنى ان انا شوف مباراة تليق باسم الناديين الكبيرين النادي الاهلي من الناحة الفنية بيؤدي بشكل جيد جدا خلال المباراتين اللي لعبهم مع اتحاد المنستري سواء ذهابا او ايابا ايضا النادي الاسماعيلي مع صفقاته الجديدة ومديره الفني الجديد ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوس في بداية هذه البداية الدولة